الجامعة كمان خضعت لدورات أنا درست اقتصاد معي باكاليديوس إدارة أعمال بس أنا وقت الدراسة كنت أعمل مسرح مع المسرح الجامعي ومع المسرح القومي بحلب لماذا تخصصت بعالم التمثيل؟ ما بدون أن أهلنا يروح التمثيل ما بدون يعني ما بدون يعني يكون محترف تمثيل نياي إنه خود شهادة تحميك من الفقر لأنه المبهن السلين أنت بتعرف يعني إلا كنا عم نحكي عن بعض الأمثلة حتى بلبنان بس حتى الممثلين بسوريا بوضع معين كانوا محميين هلأ بدك تشوف إنه هذا الحكي عمره 30 سنة مش من قبل قبل لا ما كان يعني أنا وقت اللي قمت قلعت لأعمل ممثل محترف كانت بديانة تحلق الحقيقة وتنتشر قصة الدراما التلفزيونية المتنوعة في عالمنا العربي يعني بالعالم وخاصة كي سات في تطور جساتالايت وإجت الشبكات الكبيرة اللي بده مواد محرقة يعني إجت الأوربيت إجت الأير تي يعني إجوا ضخ كتير كبير بدهم مسلسلات وصار ينتج وصار بالسنة سورية كانت كلها قبل 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 هلا السنة بيشي تاتين بس إذا أنا بدي إجي قارن اليوم بأمس اليوم وقتها حيال لشخص ابن فنان بده يدخل المعترك الفني إن كان بيغني أو بمسل ببلد شو يقرنو بوالده وبيصير ينظلم من هيد الناحية وبيصير يقولوا ما والده أحسن وهو لا أمنه منيح ودغرب تندلع العالمات قطعت بهيد الفترة ببدايتك يعني أرانوك بوالدك والدك أشتر منه بالبداياتي كواحدة بلش يطلع المسرح لأن هن شون بيصير بيقيسوك يعني معايرة بتصير بعيارو بعيارو اللحظة اللي هو واصلة باللحظة اللي انت هلا عبتنطلق منه صح ما بيشوفوا إنه هو لووصل لهاي اللحظة انت ربيت معه وشفته عم ينمو فس انت ما بشوفه وقت اللي قلع شلون بلش لووصل لهي القرنة فالمقارنة بين الجيلين already فيه ظلم اتنين نحنا فينا شي بشبه من أبهاتنا اجباري يعني وين بدي يروح منه من شكله من صوته من طريته بالحكي من كريزما طبعا كريزما لا بعدها أنا متأثر فيه نحنا كل آياتنا متأثر بأهالينا يعني أنت ببيتك بتحكي متل ما بتحكي أمك وأبوك صح مش المفردات الطريقة التقطيع الجملة أكسنت معين يعني أننا العيلات إلى أكسنت يعني ما بتنتبه الناس لهذه القصة لأنا بشتغل لأنه أنا بشتغل تمثيل بنتبه لهذه الحكاية كتير دغري بتعرف أنه هادول خيو هلأ خلينا نحكي مناطئيا يعني بتعرف ابن الجنوب عن ابن الشمال كتير فرق كبير بالأكسنت وحتى بالأدياء أدياء بتلاقي هي هي هيك فأنا بإجباري بدي يتأثر ببابا بأثار بأمي يشوف ديكون هو المسأل الأعلى إلي بشغله بس هلأ أنا ما اكتفيت فيه يعني أنا ما اكتفيت أنه أنا ضرلت معه وعم بشتغل أنا لأنه اتدربت على إيدين واشتغلت تحت إيدين مخرجين آخرين سواء بالمسرح أو بالتلفزيون هن من عبدالوهاب جراح وهدول أعادوا تشكيلي من أول وجديد لكون صيغة مختلفة ونفس الشي الفنانين ولاد الفنانين إن كان بالدراما أو بالغناء وليس بالضرورة يكون ناجح أنا مية بالمية مثل ما كان أبي ولا بالضرورة يكون ضعيف مثل ما كان أبي أو اتجاوز أو الأستاذي وإعمل شهرة أكتر يمكن يكون عملت شهرة أكتر بسبب ظروف الانتشار التلفزيوني اللي ما قدر يعمله أبي يمكن يكون هذا السبب بس أنا رحية ما كان بزهني ولا حطيته مستند إلي لحتى دائما أرجع له أنه يكون أنا بعمل مثل ما هو أحيانا إيه أحيانا بيكون في شيء من الشغلات بعملها تعتمد بزاكرتي واللاوعي تبعي على على زاكرتي من أبي يعني أنا مثلا حالة الأرمني اللي أنا بقلده دائما بعمل أرمني هو بابا اللي كان بديان يعمل هاي القصة وصرت أنا أعمل مثله وربما في بعض القصص عملتها انتشرت كتير بس أنا كان أستاذي عبدالوهاب جراح يعني بهاي القصة بعدها أنا رتبتها بابا كان يخلط بين الأرمني واليوناني القريك لأنه اتنين بيكسروا إلهم كذا فأنا شوي مايزت أكتر ورحت لحتى تكون هوية أرمني حلبي كتير مرتبة فما بنكر هذا الحكي بس يعني أنا بعتقد أنه أنا اتجاوزته عاشت ببيئة يمكن مش كل الأوقات اقتصاديا مرتاحة يعني بايفة إذا خسر بالمسرح يبيع غراض بيته سيارته مو غراض بيته يبيع سيارته أو يستع يعني يتدين من هنا ياخذ من أمي يطاة مصاري بي على يد مو يصرف علينا يرجع يعيد إنتاج هي وقت اللي ترجع تربح شو تعلمت منه بهيد الناحية يعني كنت دائما قلق أنه هيد المهنة لازم سمد مصاري كرميلتها ما أوصل لهيد المرحلة أو متل ممثلين كبار لأنه هلأ أنت كمان عم بتقلي أنه شفنا الممثلين الكبار وين وين هلأ يعني يمكن يمكن كمان أنا الظرف اللي مرأت فيه كمان بختلف كتير عن الظرف الحياتي اللي مرأوا فيه طريقة التكوين اللي تكونوا هن اجتماعيا وتعلاميا وتربويا وثقافيا مختلفة كتير عن الفترة اللي أنا يعني نشأت ولا أكيد أولادي رح يجو نجيل كمان رح يكون وتعلموا من التجربة حقيقة اللي تعلمتم من بابا من عبدالوهاب الجراح يعني أبي وإستاذي الأول هو الجدية المفرطة بالعمل قد ما هو كان مريح ولذيذ وكذا لأنه كان كتير جدي بالعمل وكان كتير مشتهد كان أنه الخسارة ما كانت تدمره كانت ترجع تقوي الخسارة تكون إلى أسباب يعني تكون فيه أسباب تعد بالعمل اللي بعده تتجاوزها وبعدين بلشت القصة تستقر ما عادت يعني ضلت مكسورة هي صارت سأبت أنه هاي الانكسارات صارت مرة أو مرتين بمسيرته بس هي ما كسرته ودمرته شغلة الثانية نحنا تعلمت أنا تعلمت من بابا أنه أنا لا أنتظر العمل أنا ما بستنى حدا يبعث لي شغل نحنا منخلق شغل نحنا منعمل شغل يعني ما عندي مسلسل بعمل مسرحية بشتغل بعمل مسرحية ما عندي مسرحية بعمل حفلة بغني فيها بعمل فيها شوية مانولوج على شوية ستاندوب بعمل بحالي بظلني حاسس حالي موجود وإنه أنا أدران أعمل شي هاي أهم نقطة أهم شغلة أهم ميزة كانت في عبدالوهاب الجراح إنه ما كان ينتظر عمل حدا مع احترامي لكثيرين آخرين كانوا فيه بوقته كان ينتظروا لا يشتغل عبدالوهاب لا يشغلهم عرفت كان فاتح إنتاج ما بس فاتح إنتاج كان عامل مثل حصان السبا يرقود وصير البقية بدون يرقود ورا هلأ وقت اللي كن عبدالوهاب تنام القصة بشكل عام يعني تهدأ فكان هاد كان كتير ممكسوصي لماذا لحت على هيدا يعني لماذا عملت مثله مسرح أكلنا التلفزيون الحقيقة الشهرة أكلتنا يعني أنا اشتغلت مسرح بدمشق بس بقطاع العام بالسنوات الأخيرة قبل حوالي 3-4 سنوات وخاصة مع الكورونا أو قبل الكورونا بشوي تقريبا سوريا يعني بسبب الحصار بسبب قوانين المنع والهي بلش يصير فيه تديق على العمل الدرامي السوري ولا شي ينزل خلينا نقول البادجيت اللي كانت ينصرف على هاي الأعمال وبالتالي كانت المسرسلات 50-60 مسرسل أصبحوا 10-12 مسرسل فأنت كنت بالأول يشتغل 3-4 مسرسلات أحيانا عشرة بالسنة فيكون الغلة تبعك كلها مختلفة يعني أنك أنت كذا فبلش يصير هيا فجأة حدا شجعني أنه شو رايك نرجع نعمل مسرح حدا صديق اسمه غزوان قهواجي آي بمشروع ورجعنا عملنا مسرح خاص وعملنا تجربتين الحقيقة كانوا ناجحات جدا تجربة السركة الأوسط نصل لمحمد الماغوط أنا رح تلعبت البطولة فيه وقدرنا نجيب من ورا مصاري يعني منيحة وقدرنا نعمل صدق كتير قوي بالشارع السوري للأسف أنه ضلت القصة محلية بسبب ظرفنا يعني إحنا عنا لأنه الأعمال محلية بعد عملت مسرحية قبل الكورونا شي بخمسة شهور عملت مسرحية اسمها سلطان زمانه كمان عملنا رجعنا لحالة المسرح الشعبي اللي هلأ الحقيقة بعالمنا خاصة باستثناء مصر طبعا مصر لأساتهم بأعتقد أنه عندهم في شي اسمه مسرح بيروحوا العالم بتعمل عروض مسرح تجاري معام الجمهور بيجي بحضره بعالمنا العربي غايب هذا هاي الصيام مؤسسات خاصة بتعمل هذا المسرح نحن رجعنا عندنا التجربة بسوريا مع فرقة مسرح سوريا عملنا عرض أول سلطان زمانه إجت الكورونا صبطت كل شي قعدنا لمدة سنتين رسالتنا حد هلا منعاني من آثار الكورونا والظروف العامة ومثلなたvoice بتعرف أزمات ولكهرباء ولوووووو ليس لأدراني تقوم فيها بهذا الوقت يمكن شوية تاني أنا قدر أرجع وعمل مسرح بسوريا السوريا الحقيقة مابسغوت ممناطق مثل هاي رسالك أما إذا عم بعمل شي تاني او بعمل أعلاقة بشو الحكواتي والستاندف بنحكي حكاية بنحكي غنية بالغنية منولوغ منقلي مواضيع معينة. انا عامل صار بحدود العشرين غنية يعني. واغاني مهمة. ببقى ازا بدك. ظروف العربية خلتك تنصح ولادك يروحوا على امريكا ما يبقوا بلبنان. ولا